السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ما رفنا الناس للمشروع في حاجة ما صلاحيات. لو جيت هنا وقلت له انا عايز تقدمين. بلاي عند حاجة هنا اسمها تبدأ بعد تشوف البرميشن دوت مسلا الاشيو مفروض تاخد قد ايه قبل افتر بعد ما تستعمل الكلوزنج اشيو قد ايه الاشيو البرميشن. طيب بعد كده عندي بقى ايه الاشيو بالنسبة للكنتراكت. لو واحدة نورت ان ده كنتراكت. يبقى من حق ان هو فيو ولا فيو زايد اد يعني يقدر يشوف ويضيف. ولا فيو اند اد 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 ات. طب الارتكشر طب الانجينير طب مين اللي نحن نعدل فيها طب الدالي ابديتد مين اللي محق ان هو يعدل كل ينفى يعدل ولا شخص واحد بس. وهكذا. بتبدأ تحدد لكل واحد المهام المفروض ان هو يقدر يعمل عليها يعدل ويقدر كلها تقدر تغير زي ما انت عايز. وبحسنها بتقفل التعديل للعنصة زيت. ممكن تقفل مثلا بنش list and بنش listed. وتقدر تقول له مثلا الارتكت الانجينير كنتراكت. وهكذا. طيب بعد ان تخلص بتقول له safe. يبقى ان كده تقدر تتحدد كل وظيفة ايه المهام اللي من حقها ان هي تعدل. وده هنا الداشبورد بيبدأ يجيب لك المعلومات. الاشيو ترك والاوبن الابرش تايم عشان نقفل للمشاكل كام يوم.